جمعنا القلوب رسمنا الدروب على نهج دين قوي من متين بأحكام ربي وهدي الحبيب جمعنا على إثرها في يقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شركة لو تعظيما لشانه أشهد أن محمد عبده ورسوله ادعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد كنا قد بدان الحديث فيما يتعلق بجمع القلوب وفي هذا المجلس نتحدث عن أمر عظيم بل هو أعظم الأمور فيما يحقق جمع القلوب ألا وهو الالتزام بالحكم الشرعي فالله سبحانه وتعالى قد خلقك وكرمك بهذه الكرامة العظيمة وهي أعظم كرامة ألا وهي نعمة الإسلام نعمة الانتساب لهذا الدين العظيم فلا يوجد أعظم من هذه النعمة لأنها تجلب للإنسان كل خير في الدنيا والآخرة ولكن لا بد أن يعلم المسلم أنه إنما يكون بهذه المنزلة وبهذه المكانة حينما يلتزم أحكام الإسلام وحينما يطبق تعاليمه في مختلف مجالات حياته الله سبحانه وتعالى شرع لك هذا الدين وشرع لك هذه الشريعة العظيمة من أجل أن تصبح شيئا عمليا في واقع حياتك قال الله تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فالإسلام هو الدين بالنسبة للدولة والإسلام هو الدين بالنسبة للأفراد والإسلام هو الدين بالنسبة للمجتمع الإسلام هو الدين الذي ينبغي أن يحقق في المساجد في الأسواق في البيوت في الأسر في المجتمعات في كل ومختلف مجالات الحياة الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة وقال أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون الإسلام يتشرف الإنسان المسلم يتشرف بالعمل بأحكام الإسلام وتطبيقها في حياته الله تعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام ويقول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فيطبق أحكام الله وتعاليم الله في مختلف مجالات حياته فهنا يتحقق جمع القلوب وهنا يحقق الإنسان بذلك ويصل إلى اتلاف القلوب وإلى محبتها وإلى البعد عن النزاعات وعن الخلافات وعن مختلف الأمور التي تجلب الضغاء والأحقاد في حياة الناس يحقق شريعة الله وحكم الله فيما يتعلق بالدماء فلا يخرج عن شريعة الله سبحانه وتعالى إلى الثارات القاهلية الثارات تقوم على أساس أن الطارف غريم وأن نفوس أفراد الكابلتين معرضة للكتل في أي لحظة أو في أي مكان وهذا ليس من شريعة الله هذا من شريعة القاهلية هذا من البعد عن تعاليم الإسلام أما شريعة الله ودين الله فهي قد حفظت النفوس وصانتها وحمتها من أي عضوان وفي حالة وقوع أي عضوان على هذه النفس وارتكاب الإنسان للكتل العمد فإنه عند ذلك أثبت الإسلام الحق لأولياء هذا المقتول أثبت لهم الحق مهما كانوا في الضعف مهما كانوا في عدم القدرة من الأخذ على حقهم فالإسلام قد أثبت لهم هذا الحق وقال لكم الخيار في أن تطلبوا القصاص أو أن تطلبوا أديه أو أن تعفوا مجانا هذا حق ثابت لكم ومن قتل مظلوما فقد دعلنا لوليه سلطان فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا وبذلك يعيش الناس حياة الأمان البعد عن الثارات البعد عن الأحقاد البعد عن الضوائن الله تعالى قال وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كذلك الإنسان يطبق شريعة الله فيما يتعلق بالأعراض فيما يتعلق بالأموال فيما يتعلق بالمعاملات المالية بمختلف أنواعها فعند ذلك يقع البعد لا تقوم هذه المعاملات على أساس اللشوة أو على أساس اللبى أو على أساس الاحتكار أو على أساس الغش أو غير ذلك كل هذه تقلب البلاء وتقلب الشر وتقلب الفتن وتقلب الأحقاد والضغاء وتقلب الإثم والعقوبة من الله سبحانه وتعالى لكن المسلم يلتزم بشريعة الله حتى فيما يتعلق بالمعاملات المالية تكون كائمة على الوضوح تكون الاتفاقات كائمة على الوضوح بين المتعاملين ليس فيها هناك شيء من الغرر أو شيء من المخاطرة أو شيء من عدم الوضوح لأنه كم من نزاعات وكم من خلافات كامت بين الناس وكم من قلوب تفاسدت بعد أن كانت مجتمعة على المحبة وعلى الأخوة بسبب ماذا؟ بسبب عدم الوضوح في الاتفاقات المالية مثلا تجد هناك من الشركاء من تقع بينهم شراكة في أي أمر من الأمور أو في تجارة من التجارات لكن مع عدم وضوءه أو مع بعد عن شريعة الله سبحانه وتعالى في ذلك فحينما يعني يمضون سنواتهم على تلك الحال ويمكن أن الواحد منهم يريد أن يذهب في سبيله يبدأ بينهم النزاع ويبدأ الخلاف ويبدأ لماذا؟ لأن الأمور لم تكن واضحة لماذا الأمور واضحة؟ يمكن يكون هناك كلام شفوي أحدهما ينكر هذا الكلام أو لا يكون هناك اتفاق أو يكون اتفاق على غير أساس شرعي يقول يالله اشتقل وسأعطيك ما تيسر من الربح في شيء يكون واضح لك النصف لك الربح ليكذا عليك كذا ليكذا بأمور واضحة موافقة لشريعة الله تعالى نحن لما نتأمل آيات القرآن نجد أن أطول آية في كتاب الله تعالى كانت متعلقة بالمعاملات المالية وذكرت ما يتعلق بتوثيك هذه المعاملات يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه نجد وأشهدوا إذا تباعتم نجد ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله كم نجد توجيهات من أجل أن الناس يسيرون على شيء واضح ولا يقع بينهم خلاف ولا نزاع إذن فشريعة الله سبحانه وتعالى يعمل بها فيما يتعلق بمختلف الأمور فالإنسان لا بد أن يعلم أنه ملزم بالاحتكام إلى شريعة الله سبحانه وتعالى في كل أمر من أموره وفي كل شيء من أشيائه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله إذن الحكم لله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر هو خالق الوجود وهو العالم بما يصلح به هذا الوجود ولا يصلح هذا الوجود إلا بشريعته ولا يصلح هذا الوجود إلا بالاحتكام لحكمه وبالإذعان لتعاليمه الإنسان يتبع شريعة الله سبحانه وتعالى وهنا أنبه إلى أمر أن بعض الناس تجد أنه حينما يكع في خلاف أو في نزاع أو في أي أمر من الأمور يريد أن يتشاه ينظر إذا رأى أن الحكم الشريعي لصالحه ويوافق هواه ويوافق ما في نفسه نعم أريد شريعة الله أريد حكم الله وإذا رأى الأمر بخلاف ذلك قل لا ذهب يتهرب وبحث عن حلول أخرى لماذا يا أخي أنت ملجم بشريعة الله سبحانه وتعالى سواء وافقت هواك أو خالفت هواك لابد أن تحتكم إلى شريعة الله سبحانه وتعالى وإلا فإن العقوبة أليمة أن الإنسان يتبع النفس الأمارة بالسوء أو يتبع الشيطان أو يحاول يتهرب من حكم الله أما إذا رفض حكم الله سبحانه وتعالى فهذا والعياذ بالله لا شك أن خطره عظيم وأنه قد وقع في أمر من الأمور التي تناقض إسلامه ودينه لأنه في الحقيقة وملزم بشريعة الله سبحانه وتعالى وبحكم الله ولذلك الله تعالى قال على سبيل الذنب وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق ياتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون هذا هو الفلاح هذا هو الفوز حينما يحتكم الإنسان إلى شريعة الله تعالى ويلتزم شريعة الله سواء وافقت هوا أو خالفت هواه فإن لم يستقيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وبعض الناس تجده يكيل بمكيالين ينظر فيما يتعلق بالحقوق إن كان هذا الحق هو له فإنه يطالب به ويسعى إليه لكن إذا كان الحق لغيره فإنه ربما قصر وابتعد عن الكيام وما طل في أداء هذا الحق الذي عليه لا بد أن الإنسان يكون منصفا فيما يتعلق بهذا الأمر ولذلك كم من نزاعات وكم من خلافات وقعت بسبب ذلك إذا كان هو الذي أعطى الدين للآخرين يريد أن لا يؤخروه وأن يوفوا معه وأن يسددوا في الوقت الذي اتفقوا عليه لكن إذا كان هو الذي أخذ فإنه يماطل ولا يسدد ويتهرب وإذا كان الإنسان تعامل مع جاره فإنه يريد أن يتعامل معه يريد أن جاره يتعامل معه بالمعاملة الحسنة لكنه ربما كان على العكس من ذلك لكن المسلم الحقيقي والمسلم الحق لا شك أنه كما أنه حريص على أن الآخرين يقومون بحقوقه كذلك هو يقوم بحقوق الآخرين وإلا وقع في التطفيف الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كوله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فعلينا أن نستشعر هذا الأمر وأن نعلم أن الالتزام بالحكم الشرعي هو طريق لجمع القلوب ومحبتها وتآلفها أما الاحتكام للطاغوت أما الخروج عن شريعة الله في أي أمر من الأمور في أي قضية من القضايا فإنه يقلب البلاء ويقلب الشر ويقلب الفتن ويقلب النزاعات والخلافات التي لا تنتهي أما إذا احتكم الناس إلى شريعة الله والتزموا بحكم الله فإنهم يقلبون لأنفسهم الأمان والأمن والاستقرار والراحة والمحبة والأخوة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين جمعنا القلوب رسمنا الدروب على نهج دين قوي من متين بأحكام ربي وهدي الحبيب جمعنا على إثرها في يقين جمعنا على إثرها في يقين